موسيقى قام الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد أمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد اليوم الخميس بالإقامة الملكية بسلا مأدوبة إفطار على شرف بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية حضر مأدوبة الإفطار هذه عن الجانب إسباني وزير الشؤول الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خصي مانويل الباريس وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو ديز هوش ليتنر وعن الجانب مغربي رئيس الحكومة عزيز أخ النشو مستشار الملك السيد فؤاد علي الهمة ووزير الشؤول الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل بعد ظهر اليوم خميس مطار الرباط سلا في زيارة إلى المملكة بدعوة كريمة من الملك محمد السادس وكان في استقبال سانشيز الذي يرافقه في هذه الزيارة وزير خارجية خصي مانويل الباريس رئيس حكومة عزيز أخ النوش وبعد استعراض تشكيلا من حرص أشرف تابعي القاعدة الجوية الملكة الأولى التي أدت التحية تقدم السلام على رئيس حكومة الإسبانيا والدعاء الرئيس والتعاون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر